موسيقى 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 ندخل في الموضوع على طول انا قلتلكم اجندة الاهلي في يونيا ويمكن الاجندة دي فيها مطشين ملعرة تقيل مواجهة مع زمالك يوم 19 في الدولي ومواجهة مع بيراميز يوم 27 في الكاس القديم دور التمانية بتاع كاس مصر الموسم اللي مخلص ده وعندنا مطشين تانيين الى حد ما يعني نسبيا يعتبر في المتناول ولو اني ما بقاش فيه حاجة في المتناول بس يعني عندنا كاس مصر الجديد المصري بنسلوم وعندنا بطولة الدولي المباراة المؤجلة مع استين كامباني يوم 15 الاولى والتاني هتلعبوا من غير اللعيبها الدولية وطبعا الزمالك والبيراميز هيكونوا فولسكوات فخليني يرحب طبعا بضيفي كابتن دي عبدالصمد وقوله طبعا هارد لك على لقب كنا نتمنى ثالث على التوالي لكن الاهم بالنسبة لي ان الفرقة تقوم بسرعة وخصوصا ان احنا عندنا اربع مطشاط الشهر ده يهمنا ان الاهل يرجع فيهم بسرعة شايف ازاي العودة شايف ازاي النقلة بعد اخفاق افريقيا في الاول انا عايز اقول ولكل جواد انكابوا كانت فيه شوية حاجات كده حصلت قبلها كابتن احمد مش عايز اقول مؤشرات بس كان يعني اهتمنا في حاجات كده مش المفروض ان احنا نتم بها العشرة تلاف وبعدين الفين وخمسمية وبعدين المباراة موجودة في المغرب وفرقة المغرب فيه اعتراض كان لازم يتم وممكن الاعتراض تم بشكل او باخر كابتن محمود خطيب حتى هو بيسلم على رئيس الاتحاد دولي او رئيس الاتحاد افريقي كان راضح جدا انه متضايق وارفان وزهقان كلنا كنا متضايقين في نظر الكابتن خطيب في الملعب بين اوى كابتن كان تقريبا حال الاهلوية كلهم اهلوية كلهم في اللحظة دي كانوا بصين نفس البصة واللي لاعب وعارف عارف ان ده الكلام صح خلاص يعني بص كابتن هزولك حاجة انا مش هبص على اللبن المسكوب خلاص خلص بطولة وخلصت زعلت وهقعد متأثر بالزعل دوة فاطر قد كده انا اللي هخسر خلاص والناس هتتمنى الكلام ده يعني الطبيعي لأي حد انا كنادي اهلي خلاص خسرت بطولة وحاجة محترمة ان انا بوصل للنهائي وحاجة محترمة ان معظم العيبة بتعبر عن استياءها بالملعب وبالكلام ده كله صدقني صدقني لو كنا خسرنا البطولة دي في الظروف طبيعية ما كانواش هيبرد الفعل يعني كنت الناس هتقول لفرقيتها كابتن احمد ما بني على باطل فهو باطل والناس اللي بتفهم تفهم كمتكواس قوي معلش اللي اللي بيتبني على باطل بيفضل باطل انا اخسر بشرف ما فيش مشكلة بالنسبة اخسر يا جماعة هي الكرة كلها ماكسب هو فيه فرقة في العالم لا طبعا برشلونة خسر تمانية يا كابتن وفي حد في العالم يقول في العالم يا كابتن مش في مصر ولا في إفريقيا ولا في حد في العالم كله بكل أرن الأربع كرات الخمس يقول يخسر برشلونة تمانية باريس سان جرمان صرف تلاتة أربعة مليار في التلاتة سيزن لفتح عشان يجيب لقب واحد دوري أبطال ما جابوش لغاية دلوقتي كابتن موريال مادي بيخسر وبرشلونة بيخسر ومنشاستة سيزن هي بس الفكرة انك بتخسر في ظروف هي بس دي اللي بتضعالك دي اللي بتضعالك انا اخسر اه اخسر وانا ملاقص نهيك نهيك عن الحالة الفنية وعن الظروف وعن احنا كنا مش لازم نبقى فيه ولازم نبقى ساعة او سبعة ستين ألف ساعة ستاد يجي لألفين وخمسمية يجي لعشر تلاف نقطة في بحر لأ فيه لعيبة ممكن تعد تعد والموضوع ده لازم ما يعديش المرور الكرام في ناس يا كابتن ما بتستحملش عشر تلاف في الاستاد ولا خمسة ألف هنتكلم بالمانطق ونتكلم بالكورة انا كابتن لعبت انا فعلا فعلا دي حقيقة انا لعبت وقدامي تسعين ألف متفرج كابتن احمد انت مش متخيل دون اعمة زي سبعين ألف و ستين ألف وبطولة واضح جدا للناس كلها بقولها واضح جدا البطولة رايحة للمغرب مرة أهل البطولة رايحة للمغرب واضحة جدا يا كابتن احمد واضحة معين في ناس تكلمت قلت لك البس كويس الإقامة كويسة المكان الملعب كل ده ما حدش فيه حتى اللعبة في الملعب وكل حاجة ما تكلمش فيه لكن انت بتتكلم في حتة تانية خالص ليه المباراة تقوم في المغرب وقابلها بأسبوعين ولا بتلاتة الأهلي بعت قال للاتحاد الكورة إن الأهلي يقدر يستضيف البطولة وهو اللي راحت للاتحاد الكورة حاد الكورة مدهاش ليه من المسؤول أنا عايز حد المسؤولة لكابتن لدي مشكلتها في مصر خلي بالك كابتن احمد معلاش ودي مهمة جدا مهمة جدا ما تمرش مرورك زي ما بيقول لك كابتن كده بطولة وعدت أنا بيقول لك المشكلة دي ما تمرش هاتلي بقى واحد متسبب لما الأهلي بعت وقال أو محدش من اتحاد الكورة قال لي الأهلي تقدر تستضيف البطولة لا يا فنم ده هو اتحاد أفريقي بعت للتحاد الكورة جواب لا ما نعرفش لا لا بيقول لك فيه 12 واحد يا كابتن مصر الاتناشر مصر يتحذر هي يا كابتن لا يا كابتن أحمد هي دي المشكلة ده اللي نباز مصر وده اللي نباز تحت الكور كابتن هاتلي هاتلي بطولة في العالم أصل المشكلة بس دايما أنا حب أنا أوصل إيه لأخر الخيط أنا بيحب أنت هي أوصل آخر بس دايما تصل للأول يا كابتن دية ودي حاجة تقريبا يعني معظم ده من السر أنا أخفي أو أنفرد به معظم الناس العاملين في مجال أعلام الرياضي الأصحاب خبرات طويلة العظيم معروفية صدقني معروفية هم معروفية زي ما الكرة بتدور في مصر خمسة ستة بيديروا بيديروا الكرة في مصر خمسة ستة بيديروا الكرة في مصر واللي بتحط المدارين الفنيين واللي معروفية عشان أنا ممكن أعد في الموضوع ده نتكلم سنين إيه ده نتكلم أعواء سنين ومشان نوصل في الأخذ برضو الحاجة خليني أتكلمك أكتر على اللي جاي يهمني عندي مطشين مهمين جدا أحضر فيهم وأقوم فيهم الفرع الرجليها وخصوصا للعيبة لأنا هحتاجهم مجبر في الفترة اللي جاية كانوا بعادة عن المشهد إزاي أحضرهم وإزاي جهزهم مطشين اللي جايين وإزاي أبص للشهر كله على بعض وخصوصا مع التوقف الدولي بس هروح لفاصل وارجع أكمل كلامي مع كابتن دي عبدالصب